بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تيشوف هالفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر المتابعين لقدام مجدد والناس اللي التحقوا بهذه القناة ان شاء الله تكونوا مزينين تكونوا غاية تكون ملاح عواش لكم بروكة جمعة مباركة ان شاء الله اليوم غدينتطرقوا الوحد الحالات يوقعوا فيها البنات هي التابعة تابعة لولت لهم توقيف الحال تابعة لدخلاتهم على طريق السحر يقدر السحر ما يكونش ديالها يكون غير مرشوش وتخططو في اي عتبة تيكون السحر ما شي ديالها ولكن السحر معمول لشخص معين وتخططو فيها اذا هذا السحر ولا لها تابعة ولا لها تابعة ولا لها توقيف الحال اما تتبغي تزوج ما تتلقاش ليفكها من هذا السحر تيقول لي عند السحر توقيف الحال في الزواج ولو تجري ليلا ونهارا وهذا السحر ما تتبطلش ولكن هي ما عارفاش عند السحر تتقول لك عندي تابعة تتقول لك البنت أنا عندي تابعة تابعة هي تابعة لتبعتك بالسحر اللي ماشي ديالك يقدر يكون هذا السحر ماشي ديالك السحر ديال إنسان آخر هذا السحر غير تخطيتيه السحر آآ مرصود للشخص معين وانتي بدون ما تعرفي أنك تخطيتيه أو رحتي إلى مكان عند هذا الشخص وذك الشخص آآ كان عنده سحر وتخطيتيه انتي أو الناس اللي كلهوا أكل بسحر الشخص معين يأكل ذاك الشخص بالاسم دياله هذا السحر آآ هذا السحر المأكل باسم هذا الشخص اللي غادي يأكل معكم إذن بعد الأحيان إنسان تتشمت تيكون السحر ماشي دياله ولكن السحر هو ديال شخص آخر إذن تتمنى أن تكونوا فهمتوني أشنو بغا نوصل لكم أن السحر ماشي ضروري يكون السحر على حسابك إنت أو إنت يقدر يكون السحر ديال شخص معين آخر ولكن إنت كيما نقول إحنا المغاربة تقدمتي فيه إنت آآ تخطيتيه وإنت هدوك التلاسم أتروع لك كتر من الشخص اللي غادي تصاب هو بالاسم دياله السحر المرشوش دائما تيكونوا لأبناء تيكونوا مارين أو أي مكان تيجيوا مراد تيجيوا تفوه تيجيوا عندهم مشاكل ألم في الرأس ألم في الرجلين ما ستعرفيش هدك الطفل أو هدك البنت اللي عندها 12 عام 14 عام تيكونوا عندها أعراض ديال السحر ولكن هي باقة صغيرة ما كينش اللي غادي يسحر لها ولكن السحر المخطأ السحر اللي تي تخطاه الإنسان يقدر يتخطاه الكبير ويقدر يتخطاه الصغير بدون علمه بدون قصد أنه تخطى هدك السحر ولكن السحر كين الإنسان اللي عنده سحر مخطأ السحر تيطبطل ولكن بالإرادة وإنسان ميتهاونش في الأمور يحاول أنه يبطل بما يرضي الله ولو مرة في الأسبوع يوم الجمعة يطلق هذه البخور العرعار مكونات يقرأ آية الإبطال في الماء ويعطي الأبناء ويشربوه أو أنهم يديروا الملحة والخل الملحة الصخرية والخل تفاح أو خل الطعام آآ غادي إن شاء الله ويغطسوا فيها رجلهم يتبخوا العرعار يحاولوا أنهم يتبخوا مزيان في كسرون ويصفيوا ويحطوا الأقدام ديالهم فيه آآ ويقرأوا هم غاة صين رجلهم في هذك في ذك الوعاء اللي فيه العرعار والملحة أو يضيفوا لي خلط فاح أو خلط طعام ويقرأوا آيات الإبطال تاخد البنت البورتابل ديالها أو الموباية ديالها وتبقى تقرأ في آية الإبطال ورجلها داخل الوعاء آآ لأنه تبطل السحر المرشوش إذن كل شي بسيط ولكن العزيمة هي كل شي العزيمة هي اللي خاصة تكون عندنا ومنعكزوش لأن بعض الناس تكون عندهم الوصفات ولكن ما تقدروش يديرو وتكونوا عظامهم طيحين عليهم وتكونوا عندهم تأثير من السحر المرشوش علامات السحر المرشوش ألم شديد في الرأس غتيان بعد الأحيان العنق تشنجات العنق والكتفين تنميل في الكتفين تنميل في الأرجل تشنجات الرجلين تبقوا يديروا بحلوكة تشنجات باستمرار إذن العرعار المتبوخ مع الملحة السخرية مع كأس الخل نغطسه فيه الأرجل دينا ونحن تنقرأوا في آية الإبطال ونتي غاد سرجلك في الوعاء هذاك الوعاء اللحو في مكان عاشب إذن هذه المشاكل لتنعود لكم رأي كلهم مروا علينا وكلوا تصادفوا معنا مع ناس أو وقعوا عندنا في المنزل إذن أي حاجة رأي مجربة تنعطيها لكم من قلبي حاولوا غير الدعم الدعم قليل باش تستمر هاد القناة وتنقولوا نزيدوا القدام ما نوقفوش إذن تنتمنى ربي سبحانه وتعالى يكون عندكم خير وبركة إلا حطيت يوديكم على لايك إلا درسوا لايك تدعم وتيشوفوا أكبر عدد إذن أحبابي دعموا القناة قناتكم لأنها فيها غير الرحمة والمودة وفيها استفادة إذن اليوم عدنا مدة أسبوع في العواشر ديرها مدة أسبوع باش أنك ترضي التابعة وقتاش بديتها هتحسبي أسبوع ولو تخرج عاشرة كملها ولو تكون فيك العادة الشهرية غادي ديرها غادي ناخد العرعار وصرغينا صرغينا هي تصرغينت أو بخور السودان عندها اسم آخر من بعد إن شاء الله نحضره لكم إذن غادي ناخد هذا هذا غير ثلاث دراهم ديال العرعار ثلاث دراهم ديال صرغينا غادي نقسمها على الأسبوع وناخد الفحم ندير الفحم الدائري جيد هذا الفحم الدائري عشر قطع بخمس دراهم رخيص جدا إذن غادي ناخد حلكة ناخد أول حصة ناخدها في الليل حلكة وغادي ندير فيها صرغينا وغادي إن شاء الله بحول الله وقوته إلا لقيت مسك غادي ندير قطعة مسك إلا لقيت مسك ندير كان عندي مسك سائل ندير مسك سائل لأن التابعة تذكره تذكره المسك إذن غادي ناخد واحد القطعة تلمسك ناخد قطعة بحالة دي ما نكترش وغادي إن شاء الله نقرأ عليها في الليل ونحطها تحت الرأس ديالي باش نسحب يوميا غادي نسحب أي حاجة عندي أول حاجة نقرأ الفاتحة وغادي نقرأ آية من صورة الصفات بداية صورة الصفات من واحد حتى العشرة من واحد حتى العشرة أنقرها مرة وحيدة مرة وحيدة غادي نقرأ آية من صورة الصفات من واحد حتى العشرة غادي نقرأ الفاتحة مرة واحدة وغادي نقرأ الآية ميوجوج من سورة البقرة الآية ميوجوج من سورة البقرة أعود بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر الآية نقرأ آية الكرسي مرة واحدة وغادي نختم بالصلاة على الحبيب غادي نختم بالصلاة على الحبيب ثلاث مرات وغادي ندلها بحلقة ونوضعها تحت الرأس ديالي تحت الرأس ديالي غادي إن شاء الله بحول الله إما نتبخر بها مع الصبح وإما نتبخر بها مع الدور أو العصر أو المغرب ولكن دائما نقرأ لها بالليل والصباح عندي صباح كامل حتى الليل أنت في الاختيار تبخري بأي وقت جيتي من العمل تبخري بها يريد مع الأوقات الأدن يريد مع أوقات الأدن حاولوا أنكم تديروها مدة أسبوع أنتم أخدوا مناديل وكل ليلة أنقرأ لها غادي تحلمي وغادي تشوفي أي حاجة تابعة غادي تشوفي علاش متبوعة بإذن الله إذن أن نخد ورق مناديل وغادي ندير هذا الصغة المسك وصرغينة والعرعار اللي ما عندوش المسك ما عندوش صرغينة غادي دير غير العرعار ولكن القراءة هي اللي عندها وحد طاقة آآ إيجابية أما العشوب تكميلة للوصفة أما القرآن الكريم هو الشفاء الدواء لكل داء إذن أحبابي تنتمنى أنكم تديروها الصغة لطرد التابعة لسببها السحر المرشوش وإن شاء الله يكون عندكم صحة وعافية إلى جبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك والدعم والقناة وتفعلوا الجرس وتأمنوا بحول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته